السلام عليكم ورحمة الله يسرني أن أرحب بكم إلى الدرس الأول من السلسلة الثانية من دروس تحدث بالإنجليزية وهذه السلسلة شأنها شأن السلسلة السابقة تهدف إلى مساعدتكم على تعلم المزيد من اللغة الإنجليزية وكيفية استخدامها في المحادثة اليومية وإجادة التحدث باللغة الإنجليزية تتطلب فهما جيدا لقواعد اللغة كما تتطلب التدرب باستمرار وأعتقد أنكم إذا تتبعتم هذه الدروس وتدربتم معنا ثم تدربتم وحدكم أو مع أصدقائكم كلما سمح لكم الوقت فإنكم ستتمكنون من تحسين معرفتكم بطريقة التخاطب باللغة الإنجليزية وسنتبع في هذه السلسلة نفس الطريقة التي اتبعناها في السلسلة السابقة وهي أننا في بداية كل درس سنستمع إلى محادثة باللغة الإنجليزية ثم نقدم لكم الترجمة العربية لهذه المحادثة حتى تتضح لكم معانيها وبعد ذلك ستستمعون إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإنجليزية وفي هذه المرة سيعمد المتحدثون إلى الإبطاء قليلا كما ستعقب كل متحدث فترة صمت وفي هذه الفترة سترددون أنتم الجملة التي استمعتم إليها ثم تستمعون إلى المحادثة مرة أخيرة باللغة الإنجليزية وبالسرعة العادية التي يتحدث بها من يتكلمون الإنجليزية وسنناقش معكم القاعدة اللغوية أو النحوية التي يتناولها الدرس ونتدرب عليها في عدة تمرينات أثناء الدرس وفي الدروس الأولى من هذه السلسلة سنراجع معا بعض القواعد الأساسية التي لاغنا عنها في أي محادثة باللغة الإنجليزية وأعتقد أنكم ستكتشفون أنكم تعلمتم فعلا هذه القواعد غير أننا واثقون أن هذه المراجعة سوف تساعدكم على تذكر كيفية استخدام هذه القواعد أيها الأصدقاء إذا كنتم قد تتبعتم دروس السلسلة الأولى فلا شك أنكم تذكرون أن المتحدثين في تلك السلسلة هما فؤاد وهو طالب عربي كان يدرس في الولايات المتحدة وبوب صديق فؤاد وهو الطالب أمريكي كان يدرس معه في الجامعة كما أنه كان زميله في الغرفة وقد أتم فؤاد وبوب دراستهما الجامعية وعاد فؤاد إلى بلاده حيث التقى بصديقه أحمد الذي كان يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة ليدرس في نفس الجامعة التي درس فيها فؤاد وقد كتب فؤاد رسالة إلى صديقه الأمريكي تشارلز واتسون وهو مدرس شاب في الجامعة يخبره بقدوم أحمد إلى الجامعة ويطلب إليه أن يستقبله ويساعده على الاستقرار في الولايات المتحدة وسنستمع الآن إلى المحادثة التي دارت بين أحمد وتشارلز عندما التقيا في المطار والمطلوب منكم أن تستمعوا إلى هذه المحادثة بعناية وتحاولوا فهم أكبر قدر منها والآن استمعوا والآن سأترجم لكم هذه المحادثة إلى اللغة العربية حتى تتضح لكم معانيها تماما بدأت شارلز بتحية أحمد التحية الأمريكية المعتادة بكلمة هالو التي تقابلها في اللغة العربية عبارة أهلا بك ثم قدم نفسه إليه قائلا أنا شارلز واتسون ثم أتبع هذا بعبارة ترحيب أخرى قائلا مرحبا بك في الولايات المتحدة فرد عليه أحمد فعرفه بنفسه قائلا أنا أحمد جلال إنني سعيد جدا لوجودي هنا وهنا سأله تشارلز كيف كانت رحلتك فأجابه بقوله كانت رحلة طيبة غير أنني متعب جدا فرد عليه تشارلز قائلا إنني سعيد جدا